كيف هو الوضع في جبهات القتال داخل المدينة نعم أمل مواجهات عنفة شهدتها جبهات المدينة الصباح هذا اليوم بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الهوتي وصالحة الانقلابية في الجهة الشرقية من المدينة وتحديدا في معسكر التشريفات ومحيط مدرسة محمد علي عثمان وأجزاء من القصر الجمهوري هذه المواجهات هي تأتي إثر هجوم شنته عناصر الميليشيات الانقلابية مصحوبا بتغطية نارية كثيفة وقصف مدفعي شنته عناصر الميليشيات الانقلابية على مواقع قوات الجيش الوطني في محاولة منها للتقدم واستعادة المواقع التي تم تحريرها من قبضتها إلا أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تصدي لهذا الهجوم وإجبار الميليشيات على التراجع هذا فيما واصلت من تفعية الميليشيات الانقلابية تكتيف قصفها العنيف على الأحياء السكنية وبشكل عشوائي في منطقة صالة وأيضا العسكري وكذا حي الدعوة ومنطقة فعباد نعم حمزة إذا ما انتقلنا إلى المظاهرة التي شهدتها أمس شوارع المدينة للمطالبة بصرف الرواتب ومطالبة الحكومة بإفاء وعودها لأبناء تعيز بصرف رواتبهم المتوقفة منذ شهور طويلة الملفت حمزة أنها شهدت تصعيد هذه المظاهرات كان ملاحظ بإحراق المتظاهرين لصور رئيس الحكومة بن دغر ماذا بعد ذلك حمزة وهل هناك أي رد فعل حكومي لما حدث بالأمس نعم موقات غضب عارمة تشهدها مدينة تعيز بخصوصا في القطاع الموظفين بسباب توقف صرف مرتباتهم التي توقفت منذ تسعة أشهر أو عشر أشهر ما يزيد عن ستين ألف موظف في السلك المدني منقطع رواتبهم منذ تسعة أشهر وهم ينتظرون هذه من الحكومة الشرعية أن تقوم بإطلاق هذه المترتبات المتوقفة خصوصا في ظل اقتراب العيد وأيضا ضيق الحالة المعيشية التي تعيشها مدينة تعيز جراء الحرب أيضا في السلك العسكري ما يزيد عن 35 ألف موظف في السلك العسكري ينتظرون صرف رواتبهم النتائج المسيرة التي حدثت بالأمس هي قيام قيادة المحور في البحث مع قيادة الجيش الوطني وقيادة الألوية في البحث عن آلية صرف المرتبات للجيش الوطني وتم الاتفاق على أنه سيتم صرفها قبل حلول عيد الفطرة المبارك هذا بالنسبة لموظفين السلك العسكري أما في جانب السلك المدني لم يلقى أي تجاوبة الآن الموظفين فيما يهددون بتصعيد مستمر إذا ما لم تقوم الحكومة الشرعية بصرف مرتباتهم بشكل عاجل نعم هؤلاء الموظفين حمزة هل يقومون بأداء مهامهم؟ هل يستمرون في الدوام والذهب لأعمالهم رغم هذا الانقطاع؟ نعم أقفلت بعض الجامعات بعض المدارس الحكومية أو القطاعات التربوية عامها الدراسية بشكل كامل بعد أن توقفت وأعلنت عن بدء الإيجازة الرسمية للسنة الدراسية مضت أدوا وكانوا يؤدون وظيفهم وممارسة أعمالهم بشكل طبيعي ومستمر ولكن بدون صرف هذه المرتبات نعم حمزة إذا ما تحدثنا على حملة النظافة التي حدثت وشاهدنا بتقريرك نعكس انقطاع الرواتب على كل المستويات داخل المدينة ومنها أيضا عمال النظافة ما أدى إلى ظهور مثل هذه المبادرات ربما مجتمعية حدثنا أكثر عن المبادرة من يقف وراءها ومن يمولها ومن يشارك فيها نعم هذه المبادرة هي نشأت أيضا بفعل توقف صرف المرتبات عن المدينة والتي عمل توقف هذه المرتبات عن توقف الكثير من القطاعات في السلطة المحلية منها السلطة المحلية في بداية الأمر توقف هذه القطاعات جعل في الجانب البيئي الأوبية والقمامات تتكدس في شوارع المدينة نظر الإضراب بعض العمال في صندوق النظافة والتحسين مما جعل إدارة صندوق النظافة والتحسين تقف أمام مسؤولية في رفع هذه المخلفات وانتشارها من شوارع المدينة والأحياء خصوصا في ظل انتشار الأوبية والأمراض منها مرض الكوليرا هذا المرض الخطير الذي بات يهدد حياة الآلاف هنا في مدينة تعز صندوق النظافة والتحسين قدم مبادرة وعمل على عمل مشروع قدمه لفاعل خير قام بتمويله من أجل انتشار هذه القمامة من شوارع المدينة تم رفع ما يزيد عن 1500 طن بحسب ما أعلن لنا رئيس مركز صندوق النظافة والتحسين في مدينة تعز هذه التكدس القمامة في شوارع تؤدي إلى انتشار الأمراض الكثيرة وكما عقلنا سابقا منها مرض الكوليرا الذي بات يتهدد حياة الآلاف هنا في مدينة تعز حيث أعلن مركز معلقة الكوليرا في مستشفى الجمهوري بأنه يتم استقبال ما يزيد عن 90 حالة يوميا مصابة بألسال الحادة الماي في ظل تدهور الأوضاع الصحية في مدينة تعز وعدم توفر الأدوية اللازمة لعلاج ومكافحة هذا الوباء نعم حمزة إذا ما تحدثنا عن الوضع المعيشي للمواطنين داخل المدينة ومع استمرار انقطاع الرواتب وأيضا ارتفاع الأسعار والآن مع دخول عيد الفتر المبارك كيف هي أوضاع المواطنين كيف يتدبرون أوضاعهم وكيف يستعدون لاستقبال العيد الوضع المعيشي في محافظة تعز بشكل عام يبدو صعبا للغاية قراء الحرب التي تشنها عناصر الميليشيات الانقلابية على المدينة وأيضا الحصار المفروض على مداخل هذه المدينة ومع دخول المستلزمات الطبية وأيضا الأدوية وأيضا البضائع وكل شيء إلى هذه المدينة أيضا انقطاع الرواتب يؤثر كثيرا ويزيد من هذه المشكلة تعقيدا ويزيد من صعوبة هذا الوضع أكثر وأكثر خصوصا في ظل تردي الخدمات وأيضا تردي الأوضاع بكل المجالات الصحية والبيئية وأيضا المعيشية يحاول الناس التخفيف من معاناتهم عبر التكافل فيما بينهم البين لكن يبقى مهما على الحكومة الشرعية وكما يتحدث المواطنون أن تقوم الحكومة بسرعة صرف المرتبات التي توقفت منذ عشر أشهر ليعمل الناس على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومحاولة تطبيع الحياة في ظل الحرب التي تشنها عناصر الميليشيات الإنقلابية على أبناء المدينة بشكل عام